كنا بنتكلم يمكن قبل ما نستعرض حالة التقس عن طقوس الرمضانية معظمها طقوس مصرية المصريين هم اللي ابتكروها من سنين طويلة وانتشرت بعد كده في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية زي مثلاً مدفع رمضان بدأت قصته في مصر من 170 سنة وفي حكاية كتيرة جداً وقصص كتيرة عنه لكنه كان توقف لفترة ورجع مرة تانية وعيد إطلاقه ووقت أدان المغرب من داخل قلة صلاح الدين الأيوبي مدفع رمضان يعتبر عادة رمضانية تراثية بامتياز تكاد تنتشر في جميع الدول الإسلامية والعربية لكنها عادة وتقص مصري أصيل تتعدد الروايات حول ظهور هذا التقص لكن جميعها تؤكد أنه ظهر عن طريق الصدفة فلم تكن هناك نية لاستخدام صوت المدفع مع انطلاق أذان المغرب والفجر طيلة أيام الشهر الكريم كان بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل يقومون بتنظيف أحد المدافع فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة وتصادف ذلك وقت أذان المغرب في أحد أيام شهر رمضان فظن الناس أن الحكومة اتبعت تقليداً جديداً للإعلان عن موعد الإفطار وصاروا يتحدثون بذلك وعلمت فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل بما حدث فأعجبتها الفكرة وأصدرت فرماناً يفيد باستخدام هذا المدفع عند الإفطار والإمساك وفي الأعياد الرسمية وكان أول مكان استقبل مدفع رمضان هو قلعة صلاح الدين بالقاهرة ومن ثم أمر الخديوي عباس والي مصر عام 1853 بوضع مدفع آخر يتم إطلاقه من سراي عباس بالعباسية ثم أمر الخديوي إسماعيل بمدفع ثالث ينطلق من جبل المقطم حتى يصل صوته لأكبر مساحة من القاهرة وفي الإسكندرية أيضاً تم وضع مدفع بقلعة قايد باي اشتركوا في القناة